الجماركو تفعل قرار التصفير الجمرقي للمواد والسلع المستوردة لمدة ثلاثة أشهر لكن وزارة الزراعة لم تمنح إجازات الاستيراد حتى الآن تضارب في الإجراءات لم يغير من واقع الأسواق بعد قرار الإعفاء مبدئياً ثلاثة أشهر بعد ذلك يكون هناك دراسة للموضوع ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة المحافظة على الأسعار السائدة بالسوق وعدم غلاءها يعني معدم ارتفاع الأسعار بدينا واشرنا بهذا القرار من يوم 15-13 بدأت تنفيذ لكافة المراكز الحدودية استفهمنا في وزارة الزراعة عن سبب عدم تطبيق القرار ومنح شهادات الاستيراد فكشفت بأنها ستمنح الإجازات بعد إجراء التعديلات على بعض المواد غير الأساسية المعثاة من القمارك بما يسهم في انخفاض الأسعار ويخفف الأضرار عن المنتجات والمحاصيل المحلية لغاية هذا اليوم لم يتم منح أي إجازة استيراد أو موافقة على استيراد وما تزال وزارة الزراعة حالياً عاملة بموجب الرزنام الزراعية وبانتظار التعليمات والآليات التي ستوضح عملية الاستيراد بما يضمن عدم الضرر بالمنتج المحلي وكذلك عدم الضرر بالمستهلك ومنع الارتفاع في الأسعار بما يؤثر على المواطنين ومع وقتية قرار التصفير لحاجة المواطني لاستقرار أسعار بعض المواد الغذائية إلا أن اقتصاديين يؤكدون ضرورة منع استغلال قرار الإعفاء بشمول المواد الكمالية وغير الضرورية لمنع هدر الواردات المالية بالسلع العشوائية ومع أهمية قرار الحكومة بتصفير الرسوم القمرقية للسلع والمواد الغذائية الأساسية المستوردة إلا أن وزارة الزراعة لم تمنح إجازات الاستيراد حتى الآن لتنظيم عملية الاستيراد بما لا يضر بالمنتجات والمحاصيل والصناعة المحلية سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد